اهلا بكم مشاهدين مرة تانية في سورة صاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفات دكتورة سماح عزب أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم أهلا بحركة دكتورة أهلا بك حبود ونسمع بقى التفسير من حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلاما على نبيه ومصطفى الآية الكريمة بتقول لنا إيه اللي موجود في الجنة من نعيم فالآية بتقول لنا إن المتقين دولهم حسن مآب حسن المرجع عشان إحنا نقعد نفكر إيه بقى الحسن اللي موجود طبعا الآيات اللي بعديها اسمها بيانية بيانية يعني إيه يعني بتعرفني بتبيني الكلام ده كان إيه لكن كل اللي حنسمعه دلوقتي هو تقريب لشكل النعيم الموجود في الجنة لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بس كان لازم القرآن يجيب حاجات تقريبية عشان إحنا نتخيل يعني زي إيه إذا كنت أنا مبسوط بالحاجات دي في الدنيا ففي الآخرة أحسن من كده بكتير إيه بقى الحسن مآب حسن المرجع ده عشان نتعد مفتحة لهم الأبواب عارفة لما حد يرحب بحد في البيت يقول لك أنا هفتح الباب على مصر هفتح الباب على آخره عشان تدخل من أي حتة أنت عايزها وبرضو ده مظهر من مظاهر الترحيب والتكريم صحيح هم جوه قاعدين إيه كل حاجة ما كانوش قادرين نجيبها في الدنيا أو اتحرموا منها في الدنيا وردهوا سواء واحد كان مريدي يعني شوف إحنا دايما وإحنا بنقرأ الآيات نحاول نجيب حاجات نطبقها دروس مستفادة نطبقها لحياتنا يعني واحد اتحرم من الأكل أو الشرب ده عشان هو محتاج وردي يبقى حي ربنا هيعوضه خير واحد عمل صالحات فربنا هيعوضه خير واحد كان مريض ما يقدرش يأكل كل الحاجات اللي نفسه فيها وصبر وردية بالحالة بتاعته دي وفوض الأمر إلى الله حيكافع يبقى في كل الأحوال الرضا والصبر وتقوى ربنا سبحانه وتعالى تؤهله لهذا النعيم طب شكلهم قاعدين إيه متكئين دي على طول بتستخدم هذا التعبير عارفة راحت البال هو متكئ يعني إيه يعني قاعد براحته مستاركي إحنا في الدنيا النهاردة ما بقول واحد بيتعب بيروح البيت بيعمل إيه بيقعدوا يسترخي ويقعدوا يرايح أعصابه كده ويعرف اللي هو إيه يبقى عنده راحت بال ما يشغلش باله بحاجة فراحت البال من مكافآت أهل الجنة سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم زي ما جيب سورة محمد فهي بقى هو متكئ يعني مفيش حاجة شغلاه ومستريح ويديله الفاكهة الكثيرة شوفي بقى لهم القرآن يقولي الكثيرة يعني مشه بس أكتر مما إحنا نتخيل والشراب متاح قدام منه وكمان عنده الزوجات المستويات في السن كل ده القرآن قال على إن هذا قاصرات الطرف أتراب دول اللي هي الحور العين اللي هي الحور يعني قاصرات الطرف قاصرات الطرف يعني هي مقصورة ومخصصة وفي انتظار الأزواج دول وأتراب يعني مستويات في السن يعني كلها بنفس الهيئة من الجمال ما فيش حد مثلا فيهم جماله نائس أو أي حاجة فهما دول في انتظار الأزواج لكن يجي في الآخر بقى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا ما تعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد كلمة نفاد دي يعني مش هيخلص أبدا يعني محدش يهد طبعا حفظة كده آه ده ليس له نفاد ما عندكم ينفد وما عند الله باقي دي أول حاجة وكتب عن الفرق بالنفذ بالزال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فنفذوا هنا يعني يهرب نفذ بالزال يعني يهرب إنما نفاذ يعني يخلص طب ليه القرآن الكريم جاب الآية دي أو ليه يعني دايما القرآن يقول خالدين فيها على الجنة مثلا وليق أصحاب الجنة يوم فيها خالدون لأن الإنسان بطبيعته بيحب الاستمرارية وعايز أنه يضمن الحاجة قدام منه موجودة لو أن حد مثلا أنت هتشتغل يسألك تشتغل على طول أو أشتغل مؤقت أنا عندي شقة ملكي على طول يعني دايما الإنسان بيحب الحاجة المستمرة بس تعالي نشوفها حضرتك إيه اللي أهل الإنسان عشان يوصل لكل النعيم ده القرآن يفسر بعضه بعضا إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم كانوا قبل كده إيه إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ما ينامون وبالأسحار هم يستغفرون ومهم أوي بقى كمان الحاجة العملية وفي أموالهم حق للسائل والمحروم حق مش يعني الزيادة أو اللي فايد لا ده حق يعني هو جاي من الفلوس كده ده حق السائل والمحروم بعدين ده مصاريخي وده حقي هو ربنا سبحانه وتعالى بيسامح في كل شيء ما عدا حقوق العباد الزكاة تعتبر من حقوق العباد الزكاة الأول ده فرض على الإنسان تمام؟ لكن حقوق العباد دي ما يكون حد له عندي مظلمة مظلمة لكن الزكاة هي تتعلق بالعباد بس هي من الفرائض من الأركان السائل الخامسة هل تعتبر أنها حق ربنا لن يسامح فيه لأنه حق من حقوق العباد وذكروا قالوا حق للسائل والمحروم متصنفة أنها حق للسائل والمحروم هقول لحضرتك على حاجة بقى قاعدة كبيرة علم كبير اسمه إيه؟ علم الوجوه والنظار اللي هو الكلمة بتأتي بنفس الشكل والها أكثر من معنى زي إيه مالك يوم الدين نحن فاكرين مثلا الدين اللي هو الملة بس لا الدين يعني الحساب مالك يوم الحساب فتأتي الجملة وليها معنى تاني ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك على سيدنا يوسف دين هنا مش معنى أنه يبقى على ملة الملك لا معنى في حكم الملك فيبقى الكلمة تأتي ولا أكثر هنا حق يعني هنا لازم وهو بيعمل ده على الأساس أنه ده شيء واجب وضروري للسائل والمحروم من هنا ناخد الدرس المستفدئ لما يكون معايا فلوس عشان ترد تزيد وربنا يجعل فيها البركة وربنا يرزقني الخير أن أنا لازم علي أن أنا أعمل حق للسائل والمحروم طيب نروح نشوف تقرير ونرجع نكامل حلائك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله جل وعلا وجعلنا من الماء كل شيء حي فعلا الماء مصدر الحياة فلولا الماء ما استطاع الإنسان أن يعيش وهذا الماء لابد أن يكون صالحا للشرب النهاردة إحنا جينا قرية من قرى مدينة أو مركز الأصاصين التابعة للإسماعيلية قرية السلام وفي إحدى العزب المجاورة لهذه القرية جئنا لنرى بأعيننا وليس من رأى كمن سمع جئنا اليوم بدعوة كريمة من جمعية البر والتقوى لنرى هذا الماء الصالح للشرب لما سئل سيدنا رسول الله وقيل له يا رسول الله سيدنا سعد بن عبادة بيسأل النبي بقول له إن أمي ماتت عايز أعمل لأمي صدقة بعد موتها تعود عليها بالنفع في قبرها قال له إيه سيدنا النبي قال أفضل الصدقة سقي الماء إن يجي إنسان يشرب من هذا الماء أو طفل صغير يشرب من هذا الماء أو يستعمله أهل هذه القرية في إعداد الطعام في بيوتهم فهذه نعمة تقدمها لأجل الله جل وعلا شربة الماء النظيفة تنفعك في الدنيا وفي الآخرة قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هذا في الدنيا طيب يومي الإيامة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إن في القرآن آية وهي للقلوب طب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا يلا تعالوا أقبلوا على فعل الخير فالإنسان العاقل الذكي اللبيب هو الذي يستثمر المال في الدنيا قبل أن يرحل من هذه الدار وزي ما احنا شايفين كده على محطة التحلية اللي موجودة أمامنا أكثر من واحد وأكثر من وحدة تبرعوا لإنشاء هذه المحطة أسأل الله أن يجزل لهم العطاء والمثوبة وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم اللهم آمين يا رب العالم الحقيقة بعد انتهاء موسم رمضان وهو موسم الخير بكل المقاييس يعني الناس بتقبل على فعل الخير بشكل كبير جدا لكنه يعني فعل الخير برضو مش موسم واحد فقط والإقبال يعني المفروض يفضل زي ما هو يعني طبعا الناس بتحب إنها تعمل حاجة اللي أجرها مضاعف إنما بعد رمضان الأجر بيقل أو كذا هل دي حاجة نفضل لحطينا في دماغنا إنه أصل الأجر بيقل لأ خلينا رمضان الأجر يبقى مضاعف أحسن هو مين اللي بيعطي الأجر ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا هو اللي بيقيم عمل الإنسان على قدر الإخلاص وقدر الناية يعني شوفي حضرتك الآية المذكورة في التقرير فلنحيناه حياة طليبة ده مين اللي بيعمل صالح من الذكرين أو أنس يعني إحنا دلوقتي بنمنع نفسنا الخير الكبير عشان أستنى رمضان الجاي وربنا هو الذي يعطي التقييم ويعطي المكافآت وما قدرانا إن الإنسان يفضل للرمضان الجاي وما قدرانا إن العمر يوم للإنسان بس عارفة حضرتك دي من مداخل الشيطان اللي هو بيقعد واسر واسبيها للإنسان أصل الشيطان مش بيجي مباشرة أبدا يعني ما يجيش واحد كده بيصلي ومرتزم في الصلاة يقول له لا ما تصليش لا ما يعملش كده يقول له إيه أجل الصلاة طب استنى العصر مع المغرب أصل الوقت يحرص الوقت يبارد إنت جاي مرهق أي بقى حاجة يقولها للإنسان أو برضو الصدقة يقعد يقول له إيه استنى عشان الأجر مضعف تكون الفلوس خلصت العمر انتهى يكون حاجات كتير حصلت يكون هو أصلا منع عن نفسه هذا الرزق أو يقول له إيه با بعدما رمضان انتهى دلوقتي يخد هدنة استريح شوية انت تعبت كتير في رمضان يعني ده رزق بيأتي للإنسان وبعدين احنا كلما نيجي نقرأ القرآن ونشوف الخير الكبير اللي ربنا يعني يوعد بيه المكافئات للمتقين اللي من صفاتهم أول حاجة أول حاجة القالي ده ما بنذكرها عشان الناس كمان تفتكرها وسارعوا إلى مغفرة من ربيكم وجنت لنعرضوها السماوات والأرض وعدت للمتقين في صفات لكن أول وحدة اللذين ينفقونا في السراء والضراء بصي بقى حاجة كمان ما دخل الشيطان يقول له إيه انت دفعت كتير فاستنى لما يبقى معاك فلوس تاني لأ احنا بندفع عشان الفلوس تيجي عشان الرزق يزيد بس هو التذكرة يعني احنا طبعا هنا مع حضراتك بنذكر وكل واحد لازم يخلي الحاجات دي قدام عني كده أذكر وافتكر أن أنا أساعد غيري ده مش شيء سانوي مش شيء يجي في الآخر ده شيء لازم أعمل حسابه في مقدمة الأمور اللي أنا بهتم بها ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر في القرآن الكريم كلمة الصدقات يعني كان يقصد بها الصدقات بمعنى الزكاة أم الصدقات ليه في الآية بتاعنا إنما الصدقات والفقراء والمساكين لا طبعا جمصار في الزكاة التمانية بس هي يعني ذكرت هنا بلفز الصدقات وتعرف بعد كده الآيات وضحتها ورسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث توضحت أني دي مصارف الزكاة بس الكتير من الآيات وأقيموا الصلاة وآياتوا الزكاة بسي حضراتك حتى قرنت الزكاة بالصلاة ليه عشان هي الترجمة العملية للي إنت للاعتقادك وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه أو أنا بيأخذ من الصلاة اللي هو الصلاة الربعية الإيمان آخر في القلب وصدقه العمل فالعمل ده أعتقد هو الحاجة اللي ظهره ولي بيبقالها مردود للناس طب فكرين بالمصارف كده نمى الصدقات والفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة كلهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وفي سبيل الله دي بقى اللي هي يدتنا كل خير تعمله يعني مثلا في سبيل الله في كل شيء إجل ابتغاء مرضات اللي يعني ينفع تدفع في المستشفى ينفع تساعد حد مريض ينفع أن أنت تجهز الأيتم بس برضو دي دخلها في الفقراء والمساكين يعني عارفة حضرتك فتخليك تعمل خير طيب أنا دلوقتي هكون مقتصر على الزكاة بس لأ اللي عنده مقدرة ده خير جايلك يعني تعمل إيه يعني أن أنت ادفع أو أنفق ينفق عليك زي ما احنا بنقول دايما قبل حسنة فستنو يسره لليسرى حيفتح ليك باب الخير والتيسير والراحة حياتك والبركة ومسألا أي حد عنده مشكلة يتصدق أنا دلوقتي شايف أني ما فيش وفاق بيني وما بين أولادي أتصدق وادع ربنا أني باركلي فيه طيب نروح نشوف تقرير عن مستشفى البر التخصصي اللي عاملها جمعية البر والطاقة المصرية ونرجع نكمل حلائتنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رحلتنا وزيراتنا لمستشفى البر والتقوى في ضميات من داخل أكبر حجرة من حجرات العمليات الأربعة اللي موجودة في مستشفى البر والتقوى احنا جينا قبل كده ولكن ما كانش هذا المكان معد بهذه القوة زي ما نقول أو عدد الأجهزة وأي جهاز هنا زي ما احنا شايفين ممكن يصل سعره على الأقل لحوالي 6 أو 7 مليون جنيه زي ما اقول الجهاز الأشعة موجود زي ما اقول ان سرير المريض بيتحط عليه عشان يتنقل من السرير اللي جاي من الأوضة علشان بالمريض وبيتنقل على السرير العمليات اللي احنا شايفينه مهم جدا وإحنا بنعمل العملية ان احنا نكون دائما يقضين فعشان نعمل المزيد من الياخذة بيتم وضع جهاز الأشعة الثورية بالفعل عندي أجهزة المناظر اللي موجودة موجودة معايا هنا ده جهاز المناظر اللي موجود وبعد كده بجهز من جهاز المناظر دوت ان انا حعمل المنظر للمريض اللي موجود قدامي عندي جهاز الأشعة وجهاز الأشعة دوت يعني داخل حوالي 7 أو 8 مليون جنيه أسأل الله تبارك وتعالى ألا تنقطع زيارتكم واتصالاتكم لجماعية البر والتقوى وما تقدم جماعية البر والتقوى لضميات أشوفكو على خيره إن شاء الله المستشفى يعني تجوز فيها الصدقات وتجوز فيها الزكاة تندرك تحت الفقراء والمساكين وابن السبيل فيها فك قرب وفيها يعني الوقوف جنب الناس في أكبر محنة ممكن يواجهها في حياتهم وهي محنة المرض ربنا يشفي كل مريض وما يعرضش الناس إن هم يبقوا مرضى ومش لقين مكان يعني يتعالجوا فيه عارفة حضرتك لما قلت لنا إن الناس بتبحث عن الحاجة اللي ليها أجر كبير أو تتضاعف فيها الحسنات ما هي المستشفى لإن هي بتخدم أو بيبقى فيها كذا وجه للإنفاق يعني هي واحد فك كرب اتنين صدقة جارية وصدقة جارية يعني كتير جدا لإني شوفي الكرسي الواحد اللي هو كرسي الانتظار مش هنقول أجهزة ولا كرسي إنه هو استخدام للعلاج كرسي الانتظار ده كم حد بينتفع به يبقى أديق واجه من الوجوه السرير بتاع العلاج كم واحد بيستخدمه سرير العمليات كم واحد ينتفع به غرفة العناية المركزة عارفة حضرتك اللي هي جلسات اللي هي خاصة بالأكسوجين كم حد محتاج الجهاز ده أو حتى أكياس الدم يعني خير كبير جدا فاللي بيدور على الحاجة يكون فيها مضاعفة للحسنات طبعا المستشفى وأكتر حاجة بقى كمان إن أنا ربنا جعلني سبب في تفريج كرب الناس ما هي الآية الكريمة لقيت وما تقدموا لأنفسكم من خير إن تجدوه عند الله لي قالت لأنفسكم عشان القرآن الكريم بيخاطب النفس البشري فالنفس البشرية آه ناس كتير بيتتعاطف مع اللي قدامها لو هو مثلا تعبان لكن النفس لما تعرف إن الخير ده هيعود عليك إنت هأسارع وهتشجع عشان كده قالت لأنفسكم مش وما تقدموا لغيركم شوفي بقى إحنا هنا بنفهم ونتدبر آيات القرآن الكريم الكلمات كمان لي قال لأنفسكم مع إن أنت بتدفع أو بتساعد غيرك عشان هيعود عليك إنت عشان إنت اللي دخلت دايرة الخير فيبقى إحنا دايما وإحنا بنقرأ القرآن الكريم نعرف إن كل كلمة ما ينفعش تبقى مكانة تانية لازم أركز فيها فيبقى أنا بعمل خير لنفسي أولا أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة سماها عزب أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم شكرا لخضرتكم على حسن المتابعة أشوفكم على خير في حلقة بكرة بإذن الله